سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية بقيمة 4 مليارات و 400 مليون ريال خلال شهر يناير الماضي وتعد الأعلى منذ فتح السوق الاستثمار الأجنبي المباشر في يونيو من عام 2015 ووفقا إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية تداول فقد بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب ب 8 مليارات و 300 مليون ريال مقابل مبيعات ب 4 مليارات ريال وفيما شكلت ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية يناير الماضي 5% من قيمة السوق البالغة 2 تريليون ريال في تاريخ ذات تشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم المحلية كل من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات واتفاقيات المبادر والمستثمرين المقيمين والمؤسسات الأجنبية المؤهلة وأخيرا المحافظ المدارة